أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تولي الله ورسوله بالطاعة والمحبة يقول ربنا تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتوا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه وإلى الله والله بصير بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء والولي هو الناصر أو المستنصر أو الذي نتولاه بالطاعة والمحبة لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء يعني أنصارا وأعوانا تسرون إليهم بالمودة والمحبة وتعلمونهم بأخبار المؤمنين وتفشون أسرار المؤمنين هذا لا ينبغي للمؤمن أن يفعله من دون المؤمنين يعني يجوز للمؤمن أن يتولى جماعة المؤمنين بالطاعة لأن ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن لأن المؤمنون متفقون على الالتزام بأمر الله ورسوله أما غير المؤمنين لا لا يريدون منكم أن تطيعوا الله ورسوله فمن تولى غير المؤمنين من دون المؤمنين فقد خرج عن منهج الله وأيضا قوله تعالى من دون المؤمنين القرآن يعطي معاني كثيرة ودقيقة قوله تعالى من دون المؤمنين يعني من غير رضى المؤمنين فإذا اتفق المؤمنون جميعا على أن يتولوا مجموعة من المجموعات الكافرة فيستنصرونهم يعني يطلبون منهم النصر لأنهم مضطرون إلى ذلك ويكون ذلك عن طريق أميرهم أمير المؤمنين الذي قرروا بمجموعهم أن يفعل ذلك لأنه فيه مصلحة للبلاد مثل أن يعمل معاهدة سلم لمدة سنتين أو ثلاثة أو أربع وقف إطلاق النار لمدة شهر أو شهرين فهذا يجوز لمن يمثل المؤمنين أن يفعله من أجل أن يتقي شيئا خطيرا من نسبة للمؤمنين إلا من دون المؤمنين فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا يعني غير المؤمنين لا يجوز لهم أن تفشوا أسرار المسلمين ولا أن تتولونهم بالنصرح لا تنصروهم ولا تستنصروا بهم على غيركم إلا بالمشاورة مع المؤمنين وبتحقيق مصلحة المؤمنين وإذا كان الأمر على غير هذا مثل بعض العملاء الذين يعملون لمصلحة اليهود الذين سموا أنفسهم وتحدوا العالم كله اليهود نشروا في العالم لا ديني يعني لازم الناس ترك دينا حتى تتفقوا تتحيد وهم أنشأوا دولة يهودية تقوم على أساس دينهم المحرف الفاسد لأنهم مفسدون في الأرض وتغاضط البشرية عن ذلك لأن البشرية جهلت حقيقة أمرها وجهلت حقيقة حريتها وجهلت أنها تسير في طريق الاستعباد لليهود جهلوا حكامهم وزعماؤهم تصهينوا وصاروا تبعا لليهود وتبعتهم في ذلك شعوبهم برضاهم أو بقسر عنهم والعياذ بالله تعالى فهذه النصوص تدل على أن المؤمنين لا يجوز أن يتولون الكافرين بالطاعة فإذا تولوهم بالطاعة أو بالمحبة أو بالولاء أو بالنصرة فقد خرجوا من الإسلام يدل على ذلك آيات كثيرة غير هذه الآيات يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقود إليهم بالمودة إلى أن قال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل صار ضال طلع عن طريق الإسلام وقال أيضا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينة السلطان مبين يعني أتريدون أن تقعوا في عذاب الله في الآخرة ولياذ بالله تعالى إذا فعلتم ذلك وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم هو على دين الإسلام ولياز بالله تعالى ومن يفعل ذلك قال في هذه الآية أكد هذا المعنى ومن يفعل ذلك يعني يتولى الكافرين فيعلمهم بأخبار المؤمنين أو يشتغل لمصلحة الكافرين ضد المسلمين أو كما يفعل بعض الدجارين اليوم الذين يعتبرون أنفسهم أنهم يقاومون الإرهاب يقتلوننا نحن المسلمين لماذا؟ نيابة عن اليهود عن إسرائيل ويزعمون أنهم يريدون أن يحرروننا فكتموا الأفواه وعطلوا الحريات وقتلوا الرجال والنساء وانتهكوا الأعراض ويزعمون أنهم يريدون أن يحرروننا هذا وعياذ الله تعالى الدجل وكذب من يفعل ذلك يتولى الكافرين أو يشتغل لمصلحة الكافرين أو يوصل أخبار المسلمين للكافرين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء أي ليس من ولاية الله في شيء لا يتولاه الله لا يعتبره عبدا له ولا يعتبره مطيعا له ولا يتولاه بالنصر وانتصر في فترة وجيزة فهذا ابتلاء واختبار لا يلبث أن يقع عليه عذاب الله في الدنيا أو في الدنيا والآخرة إلا أن تتقوا منهم تقاتا يستثني الله سبحانه وتعالى التقية وما معنى التقية ليس كما يفهم بعض الناس التقية أن يغير دينه ويعمل دينه مثل دين الكفار اللي تسيطرين عليه لا إذا تسلط الكفار على مجموعة من المؤمنين فيجوز لهم أن يتقوا منهم إذا خافوا على أرواحهم أو على أموالهم وأعراضهم ولكن التقية ما هي يقول ابن عباس رضي الله عنه التقية باللسان فقط يعني يسكت ما يقولهم أنت والله بصب صحيح ويدعو إلى أبابادئهم وينشر أفكارهم ويخبرهم بأعمال مسلمين ويجب أنه تقية هذه ليست تقية صار كافر مثلهم فالتقية باللسان فقط إذا شعر أنه إذا ضطق في الحق وبينه سيقتل أو يعتدى على عرضه فيجوز له أن يسكت في هذه الحالة يجوز له أن يسكت ولكن لا يجوز له أن يعتدي على حرمات المسلمين مثل بعض الجهل اللي كان موظف في الأمن أمن الظلمة والكفار المتسلطين يقبض على هذا المسلم ويقتله حتى يموت أو يشتهي الموت فلا يرى ثم يقول إيش أساوي أنا موظف أنا أونفذ أوامر أي أوامر هذا هل أنت عبد للبخلوق هل أنت حمار يستغلك هذا الطاغية في قتل المؤمنين وتزعب أنك يجوز لكذلك فالتقية ليس فيها لا استحلال الأموال ولا استحلال الأعراض ولا استحلال الدماء إذا استحل الأموال والأعراض والدماء فليس التقية خرج عن منهج الله صار عبدا لهذا الطاغية أما أنه يسكت ويصبر ولو عذبوا يقول أنا ما لعلى قبشي فهذه هي التقية إلا أن تتقوا منهم تقاتا ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لكن من شرح بالكفر صدران مش تيهوا أعزموا قال جيمة مسكر وأنا مستقيلهم يعني هم أبدو صلي فشاف الجيمة مسكر آه ليه مسكر جيمة أنا كنت أصلي بس مسكر هذا الكذب يعلمه الله ويعلم ما في قلوب الناس من انساق إلى الكفار وإلى الكفر بقلبه فهذا خرج للإسلام ولو كان مكره إنما عليه أن يكون في قلبه مطمئن للإيمان وكارها لأعمال الكفار ولسلوكهم ولتصرفاتهم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ثم يقول سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه أن يخوفكم سطوته وعذابه إخواني أيها المؤمنون في كل مكان أحد الأشخاص كان في دولة في مصر حصلت هذه الحادثة سمعتها من نفس الشخص تقريبا من سنين يوم كان هناك تسلط العسكر الأول الذي أظهر نفسه بأنه المنقذ وأنه محرر وأنه هو عميل لليهود قال هذا الشاب عذبته عذابا شديدا ما عدت أطيقه أشتهي أن أموت ولكن لا أستطيع أن أموت قال بلحظات خطر ببالي وخطر على قلبي خاطر قلنا له ما هذا الخاطر قال خطر ببالي أن هذا العذاب الذي ما عدت أطيقه هو عذاب المخلوق فكيف يكون عذاب خالق الأرض والسماوات جبار الأرض والسماوات قال عندما فكرت بعذاب الله وعندما فكرت بعظبة الله تبارك وتعالى هان علي عذاب المخلوق وكأنني لا أشعر به انظروا يا إخواني ربنا تبارك وتعالى عم حذرنا نفسه عذاب عظيم ويحذركم الله نفسه يخوفكم حتى لا تقعوا في براسل العبودية لغير الله ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير إلى الله المآل سترجعون إلى الله ويحاسبكم على أعمالكم فيجازيكم بها ثم يقول سبحانه وتعالى لمن يزعم أنه يريد في قلبه الخير ولكنه يفعل هذه الأمور لكذا وكذا يقول الله تبارك وتعالى لهؤلاء قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات والأرض والله على كل شيء قدير كيف لا يعلم الله ما في صدور الإنسان ما في صدر الإنسان من نية ومن هدف الذي يسعى إليه لتصرفاته وإن أظهر للناس أنه يتصرف خير ويتصرف للمصطح العام كما يقول المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون يزعمون أنهم يصلحون لماذا؟ لأنهم ينحون المسلمين ويبعدونهم بل ويقتلونهم لحساب اليهود ويزعمون أنهم يحسنون صنع في الأرض ربنا تبارك وتعالى يقول لأمثال هؤلاء ولغيرهين إن أخفيتم ما في قلوبكم وفأ في صدوركم فإن الله يعلمه ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وكيف لا يعلم نياتكم ومقاصدكم التي هي في قلوبكم كيف لا يعلمها؟ وقلوبكم يحرقها الله بقدرته قلوبكم يخلق الله في الأذكار والنيات وكل شيء فكيف لا يعلم ما بها؟ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات والأرض والله على كل شيء قدير الله قادر قاهر ما يشاؤه يتحقق وما يقدره يحصل من خلق وإيجاد وموت وحياة فالله قادر على كل شيء فاحذروا مخالفة أمر الله تبارك وتعالى وطاعة الكفار فيما يريدون ثم يقول سبحانه وتعالى من نسبة لعمل الإنسان وحسابه في الآخرة يقول سبحانه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه وبين السوء أمدا بعيدا مسافة طويلة زمن كبير ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد خافوا الله واحذروه واخشوا حسابه وعقابه يوم القيامة يوم يجد كل واحد منكم كل نفس سواء كان ذكر أو أنثى يوم تجد كل نفس يوم القيامة ما عملت من خير محضرا يأخذ الإنسان صفحة أعماله كتابه فمن أخذ كتابه بيمينه إذا كان من أهل الجنة يرى فيه أعماله الصالحة فيسر ويطمئن ويحمد الله على ذلك ما في صغير ولا كبير تضيعه ولو أنه تصدق بتمرح قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرح تصدق بنصف تمرح لله تعالى بإخلاص لا يبغي رياء ولا يبغي كذا يحفظه الله سبحانه وتعالى وفي بضع أحدكم صدقه إن منع نفسه من الوقوع في الحرام في الزنا وفعل ذلك في زوجته الحلال ليتمتع ويمتعها مخلصا لله يريد الإعفاف عن الحرام هذا الأجر يجده مكتوبا عنده يوم القيامة وفي بضع أحدكم صدقه فما يجد فما يغيب عن ربك مثقال ذرة من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شريرة فيجد المؤمن كل ما عمله من أعمال حسنة حاضرا يأخذه بكتابه يتلقاه كتاب يمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أي اعتقدت أني ملاق حسابي اعتقد بالآخرة فاستعد لها وعمل الصالحات التي أمر الله بها فسعد بالدنيا وفي الآخرة إني ظننت أني ملاق حسابي فهو إلى آخر آيات وأما الذي عمل السوء يجد أيضا أعماله السيئة حاضرة مسجلة عليه كل شيء حتى لو نسي شيء يجده مكتوبا مسجلا أحصاه الله ورسوه أحصي عليه كل شيء تود لو أن بينها وبين ما عملت من السوء أمدا بعيدا زمانا بعيدا ولذلك أخبرنا الله تبارك وتعالى أن أهل الكفر والفساد عندما يلقون الشيطان في الآخرة يقولون كما قال تعالى يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين أنت عندما اقتربت مني في الدنيا وأضللتني وشجعتني على الفساد لو كان بيني وبينك بعد بين المشرق والمغرب لو أن بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ثم قال تعالى مؤكدا ومهددا ويحذلكم الله نفسه أن يخوفكم عقابه ثم أعطى الله الرجاء للبشر يخوفكم عقابه إذا استمرتم على العبودية للمخلوق ولو كان شهواتكم وأهواءكم أفرأيت من اتخذ إله هواء إذا استمرتم على العبودية للمخلوق وتركتم طاعة الخالق سبحانه وتعالى فيحذركم الله نفسه أما إذا رجعتم إلى صوابكم واستعملتم عقلكم فعلمتم أن طاعة الخالق تنفعكم في الدنيا تعيشون في سعادة وحرية حقيقية وتنفعكم في الآخرة حيث جنات الخلد إذا عرفتم ذلك ورجعتم إلى الله فالله رؤوفهم بالعباد يقول سبحانه وتعالى في قاتمة الآية والله رؤوف بالعباد وقال أحد التابعين من رأفة الله بعباده أنه حذرهم نفسه ما أخذهم على حين غر لا حذرهم نفسه وبيّن لهم سطوته وعقابه وعزته وجبروته وعظمته ونبههم إلى أن من يخالف أمره ويتخلى عن العبودية له ويجعل نفسه مستعبداً مطيعاً لغير الله سيعاقبه العقاب الشديد فهذا التحذير رحمة بالعباد ورأفة بهم فمن عقل أطاع الخالق وتحرر من العبودية للمخلومة ومن لم يعقل هو الذي جنى على نفسه ولذلك سمى الله تبارك وتعالى المشركين الكافرين بالظالمين في القرآن وقال تعالى وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فرأفة بالعباد حذرهم الله ونبههم فإذا انتبهوا لهذا التحذير استفادوا ونجوا من عقاب الله وسعيدوا في الدنيا والآخرة ثم يبين الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة بالتولي إن كثير من الناس يقول لك أنا أتولى الله والرسول بكيش؟ شوفوا يطيع الكفار ويتعف طاعة الله والرسول يطيع أهواءه وشهواته يعيش كالدبه هدفه في الحياة طعام الشراب والجنس فقط حلال حرام لا يبالي ولا يفهم من القرآن شيء وهو من أجل حصوله على أشهوتي البطن والفرج يطيع أعداء الله ويشتغل لمصطحة أعداء الله ويؤذي عباد الله المؤمنين ويتولى الكافرين ويؤذي أولياء الله ويظن أنه عم يطيع الله من حبه روح يفيد الله والنبي لا يبين الله حقيقة التولي وحقيقة العبودية لله والتحرى الملعبودية لغيره فيقول الله في الآية التالية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل يا محمد ويا من آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم اتخذ هذا المنهج قل يا محمد إن كنتم تحبون الله حبا صحيحا حقيقيا فاتبعوني يعني اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول هو الذي يقول للأمة هكذا اتبعوني فيما أنزل إلي من الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إذن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الذي أنزل عليه وفي السنة التي جاء بها اتباعه في ذلك لا اتباع الكفار ولا تولي الكفار اتباع محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلنا إلى محبة الله إن كنتم تحبون الله وصدقتم في ذلك فاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم يحصل لكم محبة الله ومحبة الله أهم من محبتكم لله حبكم لله واتباعكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيكم الله أفضل مما طلبتم يحبكم الله أيضا ولذلك قال بعض الحكماء ليس الأمر والشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب فإذا كنت تحب أنت هذا الشيء والشيء لا يحبك ولا يريدك ماذا تستفيد لا تستفيد شيء إذن إذا تحب الله تتبع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيحبك الله ويعطيك زيادة عن محبة الله لك شيء آخر ويغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم ذنوبكم يسترها ويمحوها يمحو عنك ذنوبك لأن الإنسان كما قلت لكم قبل قليل من البشر المخلوقين من هذه الأرض فقد يخطئ نفسه ضعيفة يميل إلى لزات الأرض وخيراتها قد ينسى ربه ولكن إذا نسيه نهائياً وعبد غيره هنا الطامة الكبرى أما أنه ينساه أحياناً فتزل قدمه ثم يعثم إلى رجده هذا يحصل لكل إنسان كل ابن آدم خطأ خير الخطأ إلى التوابون فإذا أنت اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنالك محبة الله ويكون حبك لله صادقاً وتنال أيضاً أمراً آخر ويغفر لكم ذنوبكم يسجن لكم ذنوبكم وإذا ذهبت الذنوب صفت المحبة بينكم وبين الله والله غفور رحيم الله غفور كثير الغفران يغفر لعباده رحيم به ويختم هذا النص بقوله تعالى مؤكداً على أن اتباع الله واتباع رسوله أو طاعة الله وطاعة الرسول هي في الحقيقة التي تنجي الإنسان في الآخرة وتجعله سعيداً في الدنيا فيقول سبحانه وتعالى قل قل لهم يا محمد ويا من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدق دعوته من الدعاة قل أطيعوا الله والرسول أطيعوا الله أمراً لكل مخلوق من الإنس ومن الجن قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أمر عام وخاص للعامة والخاصة ماذا يعني أقول العامة والخاصة لأن بعض الدجالين الذي يجعب أنه ولي الولي الذي يتولى الله بالطاعة أما من تولاه بالمعصية فليس بولي لله ولي للشيطان جاء هذا المسكين يعودنا عندما كنا طلاب في الشرعية فكان أحد زملائنا مريض فقال قمنا إلى الصلاة هو ما صلى أدى أن الظهر ما صلى أدى العصر ما صلى قلنا له لما لم تذهب إلى الصلاة قال أنا وصلت وين وصلت قال إنسان يركب عربي ليذهب إلى زيارة فلان عندما يصل إلى فلان بيبقى في العربي هذه وسيلة خلاص وصل قلنا له أنت وصلت إلى الله قلنا له طيب محمد صلى الله عليه وسلم وصل إلى الله ربه قال وعبد ربك حتى أتيك اليقين بدك تمت عبد الله حتى يأتي الموت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلست أنت على طريق الله ولست على منهج الله قال أنا وليت لك الزاب ما لك ولي دجال ولذلك كثير من الناس يقول لك أنا موطي لله وأنا محب الله وأنا أتولى الله وقد يكون عسكري عميل لكفار ويتسلط على رقاب المسلمين ويقول أنا بدي أدخل الجنة هنا جنة ليدخل جنة اليهود لما يعطونه ويغذقونه من أموال مباشرة عن طريق عملائي عملائهم يبعتون المليارات بصنف سعيدة والله ويخلاص وصل للجنة هذه جنة الدنيا زاهبة وليس الجنة إنما هي ابتلاء الجنة في الآخرة لا ينالها إلا المتقون الذين يطيعون الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول أطيعوا الله فيما أنزل في كتابه والرسول فيما بيّن لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الحكمة أعقاله وأفعاله مبينة ومفسرة للقرآن أطيعوا الله فيما أنزل في كتابه وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم فيما بلغكم وبيّن لكم ووضح لكم القرآن قال تعالى عن السنة النبوية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إذن أطيعوا الله في كتابه وأطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل فإن توليتوا عن طاعة الله في كتابه وعن طاعة رسوله هذا كلام فليستمعه كل مخلوق على وجه الأرض سواء كان رئيسا أو مرؤوسا إذا أطاع الله وأطاع رسوله رسوله فهذا الذي يستقيم على أمر الله فإن توليتم عن طاعة الله وطاعة رسوله وأطعتم زيد أو عبيد من صرح أكثر أطعتم أمريكا وأطعتم إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر إن توليتم عن طاعة الله إلى طاعة غيره من شياطين الإنس فإن الله لا يحب الكافرين إذن نحن ما كفرنا أحد أيها المؤمنون نحن الذين نسير على منهج أهل السنة والجماعة لا نكفر أحدا من المسلمين هم كفروا غيرهم فليقرأوا القرآن وليستمعوا قول الله تبارك وتعالى إن كانوا مؤمنين به أما إذا كان لا يقرؤون ولا يسمعون وعندهم دينهم الخاص غير الدين الحق فليعلموا أنهم هم الكافرون وهم الذين كفروا أنفسهم فإن الله لا يحب الكافرين الجاهدين بما أنزل الله المتلكلين لطاعة الله ورسوله والحمد لله رب العالمين أفلا يتدبرون مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين اشتركوا في القناة